اذا متابعنا الكرام للمرة الثانية على التوالي النظام الجزائري ينسحبه من حفل توزيع جوائز الكاف الاتحاد الافريقي لكرة القدم بسبب تنظيمه للمرة الثانية في المغرب حيث انسحب نظام حدارة الجزائر من ارسال وفد الاتحاد الجزائري لكرة القدم للمشاركة في هذا الحدث الكروي المنظم في المغرب وراكم عارفين طبيعة الحال الجنون اللي كان عند الاعلام الجزائري مؤخرا بسبب هذا الحدث حفل توزيع جوائز الكاف اللي غادي تنظيمه في مدينة مراكش والاسطوانات المشروحة الليك يعودها في كل مرة من قبيل قجاكت امر على المنتخب الجزائري قت امر على الجزائر وقاموا باقصاء محرز من الكرة الذهبية ومجموعة من الاسطوانات الاخرى وراكم عارفين منظام الجزائري كيفاش دائر ما يهمنا هنا متابعنا كرام وهو كما تشاهدون الآن أمامكم على الشاشة الاستعدادات جارية على قدم وصاق لاستضافة هذا الحدث للمرة الثانية في المغرب بعدما استضافه في السنة الماضية 2022 يستضيف هذه النسخة مجدداً 2023 والنظام الجزائري مجدداً ينسحب من هذا الحدث بسبب تنظيمه في المغرب ويرفض ارسال الممثلين او حتى رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم باش انه يمثل حضارة الجزائر في هذا الحدث كيفما يديروا باقي الدول الافريقية هل سوف يكون ممثلين لهم هل سوف يكون رئيس الاتحاد الكوراوي لهم كل واحده ما سوف يدير إلا حضارة الجزائر مفقوصين واركم عارفين الجنون يراهم فيه بسبب أن الحدث منظم في المغرب كما حدث مع المؤتمر الشرطة قادة العرب ما سوف يأتي لهذا الحدث كما يديروا انهم تنظم فقط في المغرب وهم امراضين بالمغرب وهم امراضين بأي شيء يتنظم في المغرب وغذيت تزيدوا تمرضوا لأنه ما هو قادم سوف يصيبكم بالجنون تلو الجنون والصعار تلو السعار المغرب غذيت نظم في مكان شي حدث كوراوي وحدث عالمي غذيت تنظم في المغرب وأنتم غذيت تبقى وغير في الإنسحابات انسحاب تلو الآخر وجنون تلو الجنون وغباء تلو الغباء متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم